لما قعدنا في بيوتنا في الكورونا حصلت مشاكل كتير لأن احنا مش متمرنين نقعد في وش بعض فترات طويلة وظهرت طبقات من السلوكيات فيها بعض الملل وفيها بعض الزهق وفيها بعض عدم التعاون حتى بنا وبن بعض وإحنا في البيوت وكأنه ظهر أن احنا محتاجين نستعيد آداب النبي عليه الصلاة والسلام والسنن والمنسية هو في بيته حاله باللغة بتاعتنا يعني اللي بنقولها على نفسنا المود اللي الواحد محتاج يقعد به هو في البيت وسلوكياته هو قاعد مع أهله وطبعا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للرجال والستات فالكلام للرجال والستات ست آداب نبوية وسنن منسية في أحوال النبي في بيته حاجة الأولانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخدم نفسه ما كانش بيتعب حد كان بيشوف أن كل واحد عنده رحلته ومعركته والحاجات اللي بيستهلك فيها طاقته فكان لو يقدر يعمل الحاجة بنفسه في البيت كان بيعمل كده السيدة عايشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه لو التوب بتاعه محتاج يتنظف بيقعد ينظف فيه طلع منه أي حاجة فيها أذى ولو عايز يشرب كبات لبن ما يقولش هتولي لبن فالناس تروح تجيب المعزة وطاقت تحتها تحلب هو اللي كان يعمل كده ولما كان يحب يعمل أي حاجة أنا هعملها النفسي يخدم نفسه كأنه دايما إضافة على الناس صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بدل ما يبقى بياخد لا هو العطاء هو الأصل فيه صلى الله عليه وآله وسلم كلام للأب والأم والولاد كمان اللي بيشغلوا أهاليهم وتبقى الأم وسطها مقتوم من كتر الخدمة في البيت والشباب بتلعب بلاي ستيشن وسايب الأم هي اللي بتساعد في كل حاجة فأول حاجة خدمة النفس في البيت ثاني حاجة النظافة النظافة الواحد بيتجمل ويرش البرفانات اللي شاريها بفلوس كتيرة عشان الغرب ويبقى قاعد في بيته مش حاطة برفان ولا غسل سنانه وقاعد بالفانيلا الداخلية عارف الأديمة اللي فيها نقرة مقطعة وكأن النبي قال خيركم خيركم لأهله أكون مع بي يا أمي ولا أكون مع امراتي ولا أكون مع جزها الأسرة دي هي أولى الناس بخيري وسؤلت السيدة عائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك وكانت السيدة عائشة تقول أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر بيحط العطر في مفرق رأسه وكان يكثر القناع القناع حتة قماشة بتتحط تحت العمامة من كتر العطر اللي في شعره عشان العمامة ما يجيش عليها الزيت فأيه تبقع كده كأن ثوبه ثوب زيات كأنه صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتاجر في العطر كأن ثوبه ثوب زيات فاحتري مهمة أول لأن البني آدم بعد شوية بيمل من التجمل أمام أهم الناس المفروض أصلا يتجمل قدامهم ودي سنة من سنة النبي المنسية صلى الله عليه وسلم سنة الثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الدحك في بيته كلام ده للرجالة والستات لأن كتير من الأوقات ما يتوصف الرجال أنه قاعد مقاريف في بيته ويتوصف الستات أنها قاعدة منك كده في البيت على جوزها أو العيال قاعدين سكتين بصين كده في الموبايلات البيت ما فيوش روح سيدنا النبي ما كانش كده صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان ألينا الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما أيوة ماهو الدحك ده بيجدل الحياة ويحسسنا أن احنا قريبين من بعض وعلى فكرة اللي بيحاول يدحك المقربين منه ده إنسان متواضح لأنه عايز شوفهم فرحنين مش هو التقيل ودحكوني وهزروا أنت وأنا كده إيه هز دماغي لا ده أنا هفكر في أفكار تخلي الوقت جميل عشرة كأنك عايش في الجنة في الدول كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سنن المنسية في عشرته في البيت إنه كان بين ده السيدة عائشة بتدلع على طول فإما يقول لها يا عائش وإما يقول لها يا حميراء وإما يقول لها أم عبد الله هي ما خلفتش سوى كان بيقول لها يا أم عبد الله الكونيا دي كان بتفرحها جد بتحكي السيدة عائشة في القصة الشهيرة لما جل أحباش يلعبه في المسجد في يوم العيد قال يا حميراء حميراء يعني البيضة اللي وشهاها مش رب حمرة اللي إحنا في اللغة بتاعتنا يقول حمر وحلاوة يعني يا زي الأمر يا جميل يا حميراء هل تحبي أن تشاهدي الحبشة قالت نعم يا رسول الله فوضع يده زي ما أنتوا عارفين وحطت دقناها هنا وخدها على خد النبي وكل شوية يقول لها هل اكتفيت تقول له لا هل اكتفيت تقول له لا وهي تقول أنا مش عايزة تفرج لكن أريد أن تعلم النساء مقامي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سننه المنسية في حاله في البيت أنه كان بيقسم وقته في البيت لثلاث أجزاء جزء لربه وجزء لأهله لأهل البيت وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم جزء لربه اللي فيه العبادة والجزء لأهله الوقت اللي ببقى حاضر فيه لو أنا ستي يبقى مع جوزي لو أنا راجل مع امراتي مع عيالي مع بويا أمي أنا موجود أنا متاح وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم وبعدين الجزء بتاع نفسه ده قسمه إدى شوية لأصحاب اللي عندهم أسئلة وجزء لنفسه صلى الله عليه وسلم لأن في بعض البيوت فين عزال خش البيت كي يقول على جنب كده في تلفزيونه في تلفونه ويحرم أهله من أجمل حال فيه فتبقى العشرة مضلمة بيت النبي كان منور بجمال النبي عليه الصلاة والسلام آخر سنة من سنة النبي المنسية هي أنه صلى الله عليه وسلم كان بياكل الموجود بياكل الموجود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ السيدة عائشة بتحكي فيسأل هل عندكم من طعام فإن قلت لا قال إني صائم فبعد ما نوى الصيام الصيام سنة واحد بعت للسيدة عائشة من بيت من البيوت بعته للسيدة عائشة أكل فقال له يا رسول الله في حد بعت لنا أكل قال هل عندك نعم لا هات فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الصحابة بيعلقوا بيقوله فمثله صلى الله عليه وسلم كمثل المتصدق الذي أخرج الصدقة من ماله فإن شاء أعطاها وإن شاء ردها إن هو صام صيام التطوع بس يبدو إنه صلى الله عليه وسلم كان محتاج يأكل فقال الخاص مفيش أكل رضا الحمد لله من غير ما يلوم ولا يعاتب ولا يقول مش كل يوم وإن نبهتي مئة مرة قبل كده إني صائع جي الأكل أكل صلى الله عليه وسلم جمال لطف حياة خفيفة منورة كل ده بسبب السنن اللي بقت منسية في أحوال النبي في بيته الشريف